اشتركوا في القناة ثم قول المصنف وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ بِيُسَعِهِ هذه مسألة لَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ بِيُسَعِهِ نعم تكليف العاجز نعم هذا حرر هذا المقام الخيالي قال قوله وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ بِيُسَ بِيُسَ مِتَّهِرِيرُ الْمَقَامِ أنَّ مَا لَا يُتَّاقُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبِ مَا لَا يُتَّاقُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبِ مَا يَمْدَنِعُ فِي نَفْسِهِ وَمَا يُمْجِنُ بِي نَفْسِهِ لو وَقَعَ يَقَوَ لَا خِلَافِ الْعَدَةِ هَذَهُ ثُمَّ وَمَا يُمْجِنُ مِّنْهُ قِسْمٌ زَالِثٍ مَا هُوَ هو مُمْجِنٌ مِّنَ الْعْبِدِي لَكِنْ تَعَلَّقَ بِعَدْمِهِ عِلْمُهُ تَعَلَى وَإِرَادَتُهُ أنِي اللَّهُ تَعَلَى يَعْلَمْ عَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونَ وَفِي نَفْسِهِ أَمْرٌ مُمْجِنٌ مثلاً هذا صلاة زَيْد زَيْد يُصَلِّي اللَّهُرِ اللَّهُ تَعَلَى يَعْلَمْ عَنَّهُ لَا يُصَلِّي اللَّهُرَى أَمَّا نَلْرَنِّلَى آصَلَاتِهِ اللَّهُرَى هو مُمْجِنٌ بِنَفْسِهِ وَمَعَ ذَلِكَ عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أنَّهُ لَا يُصَلِّي هذا هو القسم الثالث ثُمَّ وَالْأُولَى لَا تَجُوزُ يعني تَكْلِيفٌ مَا لَا يُتَّاقُ مَعْنَاهُ تَكْلِيفٌ مَا يَمْدَنِعُ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ التَكْلِيفٌ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ ثُمَّ وَلَا يَقَعُ تَكْلِيفُهُ اتِّفَاقًا لَيْسَ بِهِ خِلَافٍ وَالثَّانِيَةُ لَا تَقَعُ اتِّفَاقًا وَتَجُوزُ عندنا خلافا للمعتزلتين في هذه المسألة اذن هكذا خلاف لذلك أورده المصنف الثانية لا تقعاني ما وقعت هذا الثاني هذا القسم الثاني اذن ما وقع لكن هو كان جايدا شرعا أقل فَالثَّةُ تَجُوزُ وَتَقَعُ بِالْتِفَاقِ هذا تَوْجِيهُ مَا قِيلَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُتَّاقُ وَاقِعُ النِّنْدَ الْأَشَعَرِي فَاقِعُ النِّنْدَ الْأَشَعِرِي معناهو هذا القسم الثالث هو الذي وقع القسم الأول والثاني ما وقع اتفاقا لذلك خلافا هكذا ثلاثت وقصا مراتب نعو لَا يُكَلُّ اللَّوْفُ الْعَبْدُ بِمَا لِذَا فِي وُسَعِهِ سَوَاهُنْكَارَ مُمْدَنِيَمْ بِي نَفْسِهِ هذا هو القسم الأول كَجَمْعِ اللِّدَّيْنِ جَمْمُمْ بَيْنَا اللِّدَّيْنِ مَا أَوْ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ لِلْعَبْدِي هذا فِي لَعْنِ مُمْكِنُ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ مُحَالًا بَلْ لا يُمْكِن لِهَذَا الْعَبْدِ لا يُمْكِنُ لِلْعَبْدِي هذا القسم الثاني كَخَلْقِ الْجِسْمِ الْيَجُوزُ لِإِنسَانٍ خَلْقُ جِسْمٍ لَا يُبْدِي فَإِذَا لَا يُكَلَّفُ بِخَلْقِ جِسْمٍ اَيَّ جِسْمٍ گَانَ فَأَمَّا مَا يَمْدَنِعُوا بِنَاءً عَلَىٰ عَلَّهَ تَعَلَىٰ عَلِمَ خِلَافَهُ اَوْ عَرَادَ خِلَافَهُ كَيِّمَانِ الْكَابِرِ وَطَاعَةِ الْعَسِي فَلَا نِزَاعَ فِي وَقُوعِ التَّكْلِفِ بِهِ لَاكِنَّهُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ بِالنَّذِرِ الْا نَفْسِهِ هَكَدَا وَقَعَ تَكْلِفُ بِهِ مَا تَوْجِيهُهُ لِكَوْنِهِ مَقْدُورًا هذا الامر مقدور لِلْمُكَلَّفِ لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُمْكِنٌ بِالنَّذِرِ الْا نَفْسِهِ يعني هو مُمْكِنٌ فِي ذَاتِهِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ عَدْمُ التَّكْلِفِ بِمَا لِيسَ بِالْمُسَعِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ آهْ نَا ولو عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَّعَلَىٰ أَنَّهُ لَعَيَقًا هذا يرجو إلى علمه تعالى أما الذي يرجو إلى ذاته هذا الامر هذا الفعل إلى نفسه هذا إمكانه لا يقال هذا تكليف العاجز لا يقال بل هذا تكليف للقادر بما يقدر عليه نظرا إلى ذاته ونفسه فقط أما نظرا إلى علمه تعالى فهو مُمْدَنِع ثُمَّ عَدْمُ التَّكْلِفِ بِمَا لِيسَ بِالْمُسَعِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ تعالى لِسَ بِهِ خِلَافًا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللَّهُ سَعَاهَا وَالْلَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِي فَالْلَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى جَوَابٌ لِسُوَالٍ تَقْدِيرُهُ لَوْ كَانَتْ تَكْلِفُ بِمَا لَا يُتَّاقُ غَيْرَ جَائِزٍ فَكَيْفَ هُمِرَتْتِ الْمَلَائِكَةُ بِإِنْبَاءِ اللَّهُ سَعَاهِ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى أَنْبِئُنِي يعني هُمْ مَا كَانُوا عَلِمِين المَلَائِكَةُ فَإِذَنْ كَيْفَ كُلِّفُ الجَوَابَ هَذَا وَالْلَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَا أَوْلَائِي لَيْسَا مَا كَانَا قُدْرَةُ لِلْتَعْجِيزِ الآلَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَا أَوْلَائِي هَذَا لَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى دُونَ التَكْلِيف هاں کَلَامُنَا فِي أَمْرِ التَكْلِيفِ فَهَذَا لَيْسَ أَمْرَ التَكْلِيف فَلَا يَتِحْ مُشْكِلًا ثُمَّا وَقَوْلُهُ تَعْلَى هِكَايَةً نَنْحَالِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَّا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِهِ هَذَا إِذًا جَوَابٌ نَنْزُوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أنَّ قَوْلَهُ تَعْلَى هِكَايَةً نَنْحَالِ لِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا يُفِيدُهُ جَوَازَ التَّكْلِيفِ بِهِ لَوْ حُمِلَ التَّحْمِيلُ عَلَى التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ لَوْ لَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا فَلَا هَجَتْ لَا الطَّلَبِ عَدْمِ التَّحْمِيلِ فَإِذَنَ هَكَذَا جَوَابًا سُوَال مُقَدَّرٍ قَوْلُهُ تَعْلَى حِكَايَةً نَنْحَالِ وَلَا تُحَمِّلْهُمْ لَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّحْمِيلِ هُوَ التَّكْلِيفِ لَا تُحَمِّلْنَا هُمْ دَعَوَ أَنْ لَا يُحَمِّلَهُمْ بِمَا لَا تَاقَةَ لَهُمْ بِهِ فَإِذَن هَذَا يَكْتَلِي بِمَفْهُمِهِ أنَّهُ يُحَمِّلُ جواز هذا التحميل اذا اجاب عنه هذا التحميل ليس تكليف بل ايصال ما يتاق ما لا يتاق من العوار لليهم هناك عوار مثلا هذا الفقر المرض هكذا يعني عوار البشرية كثيرة هذا الذي اريد مما لا يتاق ثم وانما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلته هذا بقية قوله ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه عدم التكليف يعني عدم وقوع التكليف متفق عليه ثم الخلاف بين آهل الحق والمعتزلته هو في الجواز عقلا وشرعا هل كان جائز أو غير جائز هذا انما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلته بناء للقبيه العقلي يعني هذا قبيح عقلي على القبيح العقلي هذا قبيح عقلا الله تعالى لا يمر بالقبيه العقلي هكذا يستدل ثم وجوزه اللاشعري رضي الله لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء يعني لو عمر الله سبحانه وتعالى بما لا يتاق هل يكون قبيحا لا يكون قبيحا من الله تعالى لا يكون شيء قبيحا هكذا لا يقبح من الله تعالى شيء ثم وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الله سعى على نفي الجواز هذا القول يدل على نفي جواز التكليف بما لا يتاقو جواز أي شيء جواز التكليف بما لا يتاقو هذا ينفع يدل على نفي هذا الجواز قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا هو سعى وتقريره أنه لو كان جائزا يعني تقرير هذا الاستدلال فقد يستدل هكذا قال ثم قال وتقريره وإذن تقرير هذا الاستدلال أنه لو كان جائزا يعني لو كان التكليف بما لا يتاق جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال لو فرضنا وقوعه هل يلزم منه محال لا يلزم منه محال ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم لماذا استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم متى يكون هذا اللزوم متى يتحقق معنى اللزوم لو يعني أوجبت استحالة اللازم استحالة الملزوم يعني كون الملزوم محالا لازم يلزم مما من كون اللازم محالا هذا ضروري لذلك لو أني فرده لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه لو أقع لزم كذب كلام الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وساها على نفي الجواز يستدل به كيف هذا لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال لو كان هذا التكلف جائزا ينبغي الله يلزم من فرض وقوعه محال لماذا قال هذا ما لزم من فرض وقوعه لما لزم يعني ينبغي الله يلزم من فرض وقوعه محال دليله هادا لرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تعقیقا لمعنى اللزوم لكنه لو وقع تعني لو وقع التكلف بما لا يتاقو لزم كذب كلام الله تعالى هو محال لزوم كذب محال الكلام الله تعالى محال هذا يلزم مما لزم من من التكليف بما لا يتاق فإذا لاحر لنا أن التكليف بما لا يتاق ليس بواقع ليس بجائز لماذا؟ لو فرضنا وقوعه يلزم كذب كلام الله تعالى ما هو كلامه تعالى لا يكلف الله نفسا للا سعاها نعم هذا يكون كذبا لو وقع تكليف بما لا يتاق لذلك لا يجوز تكليف بما لا يتاق وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير فإلا لجازا أن يكون لزوم المحال بناء للامتناع بالغير ألا يرى أن الله تعالى لما وجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخله المعلول أن التي تعمت وهو محال لكنه لو وقع لازم كذب كلام الله تعالى وهو محال يعني الله تعالى يعلم بعدم وقوعه شيئا فإذا هو يريده ويختاره يعني عدم وقوعه مع ذلك يتعلق به هذه نقطة في بيان استحالة وقوعه كل ما يتعلق يعني وقوع محال وقوع محال وقوع أي شيئا وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه وحلها أننا لا نسلم أن كل ما يكون ممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال كذا ذكر تقدم القاعدة لكن هذه القاعدة لا نسلمها لو فورلا وقوع ممكن يلزم أن لا يلزم من فرض وقوعه محال لا يلزم منه محال هذا قاعدة ليس مضطردة ولا مسلمة بل يمكن من فرض وقوع ممكن لزوم محال لا يرى هذا شاهد أن الله تعالى لما وجد كيف عوجد بقدرة واختيار فعدمه ممكن في نفسه عدم وقوع هذا العالم يعني وجود هذا العالم ممكن في نفسه لماذا هذا وجود العالم كان ممكن الله تعالى عوجده بعلمه واختياره لكن في نفسه كان عدمه ممكن فإذا لو فرد وقوعه مع أنه يلزم من فرض وقوعه يعني فرض وقوع عدم العالم الله تعالى اراد اختار هكذا ثم بعده لو لم يقع وجود هذا العالم بل فرد عدم وقوعه تخلف المعلول عن الته التامة وهو محال فإذا من فرض وقوع الممكن هذا لزم محال هذا مثال إذا ما ذكره من القائد غير مسلم والحاصل أن الممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته فأما بالنظر إلى زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال أن ما ذكره سهيم لو كان منظر إلى ذاته نظر إلى ذاته ينبغي الله يلزم من فرض وقوع هذا الممكن محال لَوَا لَوَا وَمَا وَمَا أَشْبَهَهُ كُلُّ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَلَا يعني رجل يَدْرِبُ رَجُلًا آخر بعد إصابة العسى جلده يُولِمُهُ هذا الْعَلَمْ مِمَّا هَلْوَا مِن تَيْثِيرِ هَذَا اللَّارِبِي أَوْ مِن تَيْثِيرِ العِسَى كَلَّا بَلْ مِن خَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لَوْ لَمْ يَخُلُقِ يَخُلُقِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى هَذَا الْعَلَمَ لَا يُولِمُهُ مَا هُمَا مَا هُمَا اِسْتَدَّ اللَّارُبُ مَا هُمَا اِسْتَدَّ اللَّارُبُ لَا يُولِمُهُ لَوْ لَمْ يَخُلُقِ لكن عادته جارية بخلق العالم حسب عالة الغرب وشدته هكذا وما يوجد من العلم في المضروب عقب لرب إنسان لماذا قال لرب إنسان لو لرب جني أو شيطان نعم السلاة هكذا لكن نظرا إلى محل الخلاف هكذا قيدا محل الخلاف هذا حل للعبد صنع فيه أم لا حل للعبد صنع فيه هذا الأثر أو ليس للإنسان ليس للعبد صنع نظرا إلى ذلك قيده أن الغرب إنسان كذلك كسر إنسان هكذا والإنقسار في الزجاج عقب كسر إنسان وما أشبهه كل ذلك مخلوق لله قيد بذلك ليصحة ما حلا للخلاف في أنه حل للعبد صنع فيه أم لا نعم بعد أني أبو ورد كتب هنا فإن الألم الغير المرتب على ذرب إنسان والإنقسار الغير المرتب على كسره لا صنع للعبد يصلا فيه اتفاقا فإذن الألم بدون ضرب إنسان وكذلك الإنقسار بدون كسر إنسان هذا ليس لأحد التثير هذا الخلاف هنا الخلاف في هل للعبد صنع النم لا هذا هو الخلاف لذلك قيده بإنسان كل ذلك مخلوق لله تعالى لماذا لما مر من أن الخالق هو الله تعالى وحده ذكرنا في بحث مسألة خلق أفعال لبعضنا هو وحده فأن كل الممكنات مستندتن إليه بلا واسطة الممكنات كلها مستندتن إلى من إلى الله تعالى بلا واسطة إنسان ولا غيره واسطة بالتثير والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا أنهم أسندوا بعض الأفعال أنهم قالوا أفعال لبعض مخلوقتهم لهم يعني للبعض هكذا هم نسبوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا إن كان الفعل صادراً للفاعل لا بتوسط فعل الناخر فهو بطريق المباشرة وإلا وبطريق التوليد هكذا عندهم فعلاني لو كان الفعل صادرا عن الفاعل يعني عن العبد عن زيد مثلا لا بتوسط فعل آخر فهو بطريق المباشرة يعني يصدر هذا الفعل من العباد بطريق المباشرة هكذا قسم قسم آخر يصدر هذا القسم من العباد بطريق التوليد توليد كيف يكون لو كان هناك واسطة ومعناه أن يوجب الفاعل الفعل لفاعله فعلا آخر ما معنا التوليد معنا التوليد أن يوجب الفعل هذا الفعل يوجب لفاعله فعلا آخر مثاله حركة اليد توجب حركة المفتاح حركة اليد توجب حركة المفتاح فإذا هذا حركة المفتاح مولد فالعلم متولد من الضرب والانجسار من الكسر وليس مخلوقين لله تعالى هكذا قالوا فإننا الكل بخلق الله سبحانه وتعالى بخلق الله تعالى لا صنع للعبد في تخليقه هذا هو محل الخلاف هذا اللرب وكذلك الانجسار كلها مخلوق لله تعالى ولا صنع للعبد في تخليقه يعني في تخليق اللرب والانجسار وغيرهما من كل ذلك الامير يرجع إلى كل ذلك نعم كل فالأولاء لا يقيد بالتخليق لا صنع للعبد في تخليقه هكذا قال أن تخليقه قيده بالتخليق الشعر يقول الأولاء لا يقيد بالتخليق لماذا لأن ما يسمونه متولدات لا صنع للعبد فيه أصلا أما التخليق والاستحالته من العبد وأما الاكتساب والاستحالة اكتساب العبد ما ليس قائما بمحل القدرة ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها بخلاف أفعاله الاختيارية فالأولاء لا يقيد بالتخليق لماذا لأنه يفهم من المفهوم المخالف أن للعبد السنع في المتولدات في الكسب مع أنه ليس كذلك في المتولدات له السنع هكذا يفيد بالمفهوم المخالف لذلك قال الأولاء لا يقيد بالتخليق لأن ما يسمونه متولدات لا سنع سنع للعبد فيه أصلا فيها أيضا ليس للعبد سنع فإذا أعتقد هذه المسألة بالتخليق يفهمه غير المراد أما التخليق فالاستحالته من العبد لماذا ليس سنع للعبد في التخليق لأن التخليق محال من العبد لذلك ليس له سنع في الخلق في تخليق شيئا ليس له سنع لأن التخليق محال ثم وعمل اكتساب يعني هل يكون له سنع في الاكتساب لا فالاستحالة اكتساب اللعبد ما ليس قائما بمهل القدرة يعني اللعبد يكتسب ما هو قائم بمهل القدرة هذا الفرق يعني ذكرنا فيما سبق عندما فرقنا بين الخلق والكسب فرقنا ذكرنا الفرق بين الخلق والكسب الكسب ماذا تغذير القدرة بمهل القدرة بمهلها أما الخلق يعني تقدير تغذير القدرة في غير مهلها ثم ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها حصولها يعني حصول كل هذه يعني العلام الانقسارات وما أشبه هاك الموت عقب القتل مثلا رجل قتل آخر تعانى بالسكين قتل فإذا هذا قتل خلق لله تعالى هكذا نعم بخلاف عفعاله الاختيارية أما فعاله والاختيارية فعال العبدية الاختيارية له فيها كسب أما هذه الآثار ليس له شيء من الكسب والاختيار والتيثير والتعلق الانقسارات ثم والسلام أخرى والمقتول ميت بأجله وسنقرأ فيما بعد وآخر دعوانا من الحمد ترجمة نانسي قنقر